نهاردة مرهان صراح حارسنا المصري بينتقل للمرحلة التالية التالية من برنامج بايرن وولد سكواد البرنامج ده عاش تبقوا فاهمين حضراتكم موجود الوقت في البرازيل بياخدوا شوية ناشيين كده من العالم كله وبيشوفوا مين اللاعبين المميزين اللي ممكن يروحوا نادي بايرن ميونيخ عندنا حارس مصري كان بيلعب في الاهلي كان بيلعب في سموحة وارد جدا يبقى في ناشيين بايرن ميونيخ قريب جدا تبقى حاجة مشرفة جدا انا جبت الخبر ده ليه النهاردة عشان اقول لحضراتكم انه يبدو كده انه هيبقى عندنا حارس مرمى في اوروبا ودي اكتر حاجة بتدقيقني وبتجنني احنا ليه ما عندناش حراس مرمى بلعب في اوروبا وانا كنت اقتركم الحكاية دي قبل كده وشرحتها لكم ان احنا عندنا هنا قفلين باب الاحتراف لللعابين الاجانب اللي يبقوا موجودين في الدولة المصر بالنسبة لحراس المرمى بدعوة ايه؟ بدعوة ان احنا كده بنفيد منتخب مصر بس حضرتك لو جبت اجانب حراس مرمى يلعبوا في اندية الدولة المصر هيسيبوا حراسهم يحترفوا ولما يحترفوا هيبقوا افضل من تواجدهم في الدولة المصر الشنوع حارس كبير وابو جبل حارس كبير وعوات حارس كبير ومحمد صبحي ومحمود جاد على عيني وعلى راسي على عيني وعلى راسي بس ما فيش واحد فيهم مندي بتاع الشلسي ولا ياسين بونو بتاع المغرب بتاع المغرب اللي بلعب في أشبلية ولا مندي السنغال اللي بلعب في الشلسي دول حاجة تانية مش بقول ان حراسنا وحشين زي الفل هايلين كلهم رجالة وهايلين بس انسيب بقى حراسنا يحترفوا برا فاكرت ما عندك حارس ان انا فاكر ضربات الترجيح مندي وقف في المرمى اللي عيباء اللي انا منه احنا عامين ضيق اي نعم صراح وزيزو ضيق ودي حاجة ما منفعش تحصل حتى لو اعظم حارس في الكون بس تقيل واقف مالي مكانه انت عارف ان هو يعرف ياخد التراي ياخد الاكشن هيسود الكورة فيما عندك حراس مرمى في أوروبا ان شاء الله تبقى الأمور لطيفة